اشتركوا في القناة بس بعد مقدمة ومهمة جدا نقول عن السياحة السياحة مهمة جدا ولها دور اساسي في الدخل القومي لبلدنا او لأي بلد عموما السياحة اخدت فترة تعبانة جدا في تأخر في التقدم في السياحة منذ ثورة 25 يناير وبعد ثورة 25 يناير حاولنا مصر حاولت تنهض بها تاني وصدفت وتعرضنا لثورة الشعب 30 يونيو وحاولنا تاني مصر تنهض بالسياحة لقينا وباء وفيروس كورونا فالسياحة حاولنا بكل قدر مصر وطننا الحبيب وكل العالم بصراحة حاولت انها تنهض بالسياحة ولكن في عرقلة عمنا قبلنا ولكن احنا ورا هذا الملف الحضاري هنفضل وراه لحد ما ننهض به ان شاء الله السياحة رجعنا للسياحة كذا افتتاح حاولنا ننكد على افتتاح بعض المتاحف علشان ننهض بسياحتنا سيبوني ارحب بصديقة زميلتي الاعلامية الجميلة ان شاء الله خلود اهلا بك يا خلود اهلا بك واحلى صباح عليك يا جميلة باستاذة حنان طبعا يعني الاعلامية كبيرة بتاعتنا واحلى صباح على كل المشاهدين برنامج شباب لايف نتكلم عن السياحة يا خلود تحب تقول ايه لمتابعين على الصحة وجمال وشباب لايف هو موضوع السياحة مش بس بيفيد البلد هو بيفيد بيفيدنا كلنا وبيفيد بلدنا وبيعرفنا معلومات جميلة عن البلد بتاعتنا السياحة اللي خلاها تسكت موضوع 25 يناير وبعد كده محاولة تنهض تاني حصل بردو 30 يونيو زي محراتك قلتي بس بعدها حصل وبقى فيروس كورونا احنا مش هنسكت طبعا مش هنسكت هنبدل وراء السياحة لان السياحة فعلا الدخل القومي الاساسي لاي دولة حتى الدول العالمية هي السياحة مصدر الدخل القومي لاي بلد متحضر طيب احنا ركزنا يعني ممكن جمهورية مصر العربية ركزت على افتتاح بعض المتاحف قولنا كده عن كام متحف افتتاح في فترة قليلة من شهر كم لكي هم خمس متاحف متحف المطار بمطار الكاهرة الدولي انا شايفاكي محضرة حين القومي اقري ورينا يعني متحف المطار معانا صور طبعا متحف كفر الشيخ مطحف المطار الموجود بمطار الكاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافر الترانزيت تم افتتاحه في سبتمبر 2020 فهو يعرض حوالي 70 كتعة اسرية تركزنا على افتتاح شعبنا طبعا المصري ورئيسنا السيسي ركز على افتتاح المتاحف دعما للسياحة نبينينا وراء السياحة نبدل وراها لان هي داخلين القومي الاساسي ولكن بافتتاح المتاحف احنا طبعا بنزوده معانا الصور هي على الشاشة افتتاح المطار الموجود طبعا في مطار الكاهرة الدولي افتتاح شهر 9 اللي فات 2020 تقول لنا وفي سبعين كتعة اسرية مطحف تاني مطحف شرم الشيخ بجنوب سينة تم افتتاحه في اكتوبر 2020 وهو بيجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية واستقبل حتى الان 5200 كتعة اسرية تركزنا على افتتاح المتاحف تنشيطا للسياحة بما انها الدخل القومي لاي دولة عالميا وخصوصا احنا نتكلم عن دولتنا دولة مصر العربية طبعا فيه مطحف برضو كفر الشيخ اللي لسه شايفين الصور دوقتي نتلالي الشاشة انه هو فعلا افتتح بمحافظة كفر الشيخ وافتتح يوم شهر اكتوبر 2020 اتخيالي يا خلود احنا كل المتاحف اللي تم افتتحها شهر 9 سبتمبر وشهر اكتوبر يعني في شهرين بس افتتح كام مع تحف وده طبعا لتركزنا على تنشيط السياحة والدخل القومي لبلدنا عندك افتتح متحف تاني هو فيه كفر الشيخ اللي للي قلت ايه افتتح كمان المركبات الملكية ببلاء ابو العيلة ده تم افتتاحه يوم 31 عشر برضو في شهر اكتوبر السنة دي 2020 وكان هو الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف في روسيا وانجلترا والنمسا وبيضم طبعا ما يقرب من 78 سيارة ملكية زقيمة تاريخية بدأت من عصر الخديوي اسماعيل حتى عصر الملك فاروق بنقول السياحة مهمة جدا السياحة ملف قوي جدا السياحة من غير اي دولة عالمية او يعني سياحة داخلية وسياحة خارجية وفيه سياحات سياحة شاطئية كل السياحات بانواح هيخلود طبعا بالدعم الدخل القومي لأي دولة هي كمان مصر من اهم الاماكن السياحية في العالم علشان جمالها الطبيعي وعلشان اعتدال منخة طول العام واصرها الفرعونية والتاريخها كله وموقعها الجغرافي المتميز فده ادى اصلا لحجد السياح من جميع انحاء العالم ده حقيقي لاننا بنقول جونا ده بقى حاجة تاني يعني حتى لو بعض الدول طول السنة معتدل بصدر بعض الدول حتى لو بيميزة كل دولة وقت من الزمن احنا يعني الحمد لله الحمد لله وقتنا كله مناخ مشمس وطبيعي والنات كلها فعلا بتيجي خاصة المحميات والاماكن السياحية اللي بتميزنا احنا كمصريين يعني صح؟ ايوة طبعا ايوة هي مصر جميلة بشعبها وموقعها وكل حاجة فعشان كده لازم نهتم بالسياحة طبعا طبعا خلود السياحة ده مقلنا مهمة جدا وليها دور اساسي ومهم في زيادة الدخل القومي لأي دولة وليها اهميتها وللأسف ان احنا حصلنا على رقود فترة معينة بس ايه يعني خلاص بقى نكتهد نحاول نرجع للسياحة تاني بالاحتياطيات الاحترازية بتاعتنا يعني نحاول بالكيمامات طبعا دي بقى يعني من شباب لايف لكل المتابعينا ازاي نوعي الناس يا خلود واحنا بننشط سياحتنا ازاي نوعيهم؟ هو طبعا عشان برضو الغردقة وشرموا وكل الاماكن دي لما كانوا بيجونا السياح من برا المصايف والحاجات دي لازم يهتم كل قتل طبعا بالمسكوات والكحول والحاجات دي اللي احنا قلنا عليها اننا معرضين فعلا لنقل العدوى يعني في بعض المطارات قفلت مطاراتها وخاصة بعد تجدد المرحلة الجديدة اللي تنوي عنا لفيروس كورونا ان فرنسا تحديدا قفلت المطار بتاعها فاحنا لازم نهتم بالسياحة عشان هي مصدر دخل كومي للبلد طبعا دي طوعياتنا للمتابعينا احنا من ناحية السياحية طالما فتحنا تقريبا عشان الدنيا تمشي شوية تدريجيا فاحنا بنقول يعني الاحتياطيات لازم نحطط بيها الماسك الكحولات التباعد بردو التباعد ده مهم جدا جدا يعني مفيش اماكن تبقى مزدحمة حتى احنا بنطبق دلوقتي يا خلود بعض الاماكن لو تواجد فيها 25 او 50% من تواجد المكان فعليا ايو طبعا تمام احنا بنقول طبعا السياحة الشاطئية وثقافية وبنستقبل يعني في شرم الشيخ تقريبا او تحديدا يا خلود عشان انا بكن كل تقدير واحترامي لكل جنوب سيناء وكل شرم الشيخ هذه المنطقة تحديدا وهذه المحافظة يعني بتعاني من الكثير والكثير من ناحية الامنية ولكن من ناحية التنشيطية كسياحة احنا يعني مركزين معاها يعني رغم ان البلد يخلود نفسها المحافظة كلها يعني احنا شايفين الاضطرابات الامنية وشايفين الارهاب عموما اللي بيحصل في هذه المحافظة محافظة سيناء وجنوب سيناء والعريش وشمال سيناء عموما في قلق هناك بس سياحة بنركز على تنشيط السياحة الشاطئية والثقافية من خلال شاكري مش عايش دول حاجة عن السياح حتى طبعا بنراحب بكل متابعينا متابعي شباب لايف وفقرتنا فقر السياحة النهاردة معايا انا اتشرفت بخلود اتشرفت بيك سياحة والله وان شاء الله لدينا فقرات تانية كثيرة جدا بنتكلم فيها في ملفات مهمة جدا تابعونا وقبل ما ننهي انا حابة بس اقول ايه يعني ان الموضوع كان جميل جدا جدا وكنا حابين نتكلم فيه اكتر واكتر لكن فقرتنا يعني خلطت للوقت اللي بيخلص بسرعة لان كل موضوع مهم جدا يخلص بنتكلم فيه الوقت بيخلص بسرعة تحب تقول ايه لمتابعينا انا احنا نرجع تاني نهتم بالسياحة علشان زي ما قلنا هي مصدر داخل الينا وللبلد بتاعتنا وهي مصر جميلة بكل حاجة يعني لو رجعنا تاني نهتم بيها زي زمان لو كانت حصل صورة 25 ولا صورة يونيو ولا حصل حتى الكورونا فكل ده ان شاء الله خير ونرجع تاني نهتم بسياحتنا ونرجع وكل تاني لكل الكلام ده ده ضروري جدا لازم نهتم بالملف السياحي لان هو دعم الاقتصاد القومي لأي دولة تحياتي ليكم وحب اقول لكم يعني في نهايتنا من شباب لايف استنونا في بقرات تانية مهمة جدا وشباب لايف تحياتي ليكم السلام عليكم